مبارح كان فيه خبر مهم جداً لكل عشاء كرة القدم في العالم الإعلان بتاع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اللي أعلنت مبارح عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام واللي بتمنحها كل سنة لأفضل لاعب في العالم نجح النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب نادي ريا المدريد الأسباني في التتويج بهذه الجائزة وقدر يتفوق على كل منافسيه من اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى بينما حل لاعب السنغالي ساديو مانيه في المركز الثاني وحل لاعب المصري محمد صلاح في المركز الخامس أعتقد أنه الناس كتير يمكن بتسأل الاختيارات بتتم على أساس إيه متهيالي أنه بيبقى في حاجات لها علاقة بأداء اللاعب مع منتخب بلده وأداء اللاعب مع فريقه وكمان سلوك اللاعب وسمعته في كرة القدم أعتقد أنه احنا نتكلم دلوقتي أنه صلاح واحد من أهم خمس لعيبة في العالم يمكن اللي خلى صلاح يكون خامس المراضي الموتشين اللي اتلعب وأمام السنغال في نهاي أفريقيا وكمان موتشة أهل لكاس العالم ولو انتوا فاكرين انتهوا بدروات الجزاء وده يمكن اللي يعني يرجح كافة ساديو مانيه أكتر يمكن كمان كان فيه نوع من أنواع عدم التوفيق أو سوق الحظ لصلاح وضيع كورتين كمان فيه نهيئ دوري أبطال أوروبا أمام كورتوا واللي توي جنبارح بأفضل حارس مرمى في العالم فيعني صلاح كمان رغم أنه كانوا ياخد هدف دوري الإنجليزي وأفضل صانع هدف السنة اللي فاتت إلا أنه بالمشاركة التقريب مع صان لعب كوريا الجنوبية إلا أنه برضو سوق التوفيق أو سوق الحظ أمام السنغال فرق في ترتيب صلاح صحيح يعني يكفينا أنه هدف الدوري الإنجليزي طبعا كلنا بنحب صلاح وكلنا يعني قلوبنا مع الفرعون المصري في الملاعب الأوروبية محمد صلاح ولكن كونه أخد خامس في ترتيب فرانس فوتبول وربما كان حديث ناس كتير مبارح وخصوصا أن ساديو مانيه الثاني والأول كريم بنزينة فهو ربما إحنا زعلنا أو غيرنا من حاجة زي كده لكن يكفينا أن إحنا نقول أن لو حتى ده مسابئة فرانس فوتبول فهداف الدوري الإنجليزي هو محمد صلاح ولسه كمان عامل من مارشة عالمي أمام منشاستر ساتيو أمام هالند الماشين اللي ما حدش عاد في وقفها في الدوري فماشاء الله يعني دايما بيدينا أمل كده أنه ما فيش مستحيل مع محمد صلاح فإن شاء الله نشوف في المرات الجاية مركز متقدمة في البالوندور ترجمة نانسي قنع